الاعتماد على خبرة البناء دون متابعة من قبل المهندس المعماري والمدني هو الغالب في عملية بناء المواطن لمسكنه والتي قد تقالف المعايير المعمولة بها وضع جعل النقابة المحلية للمهندسين المعماريين لولاية غريزان تقدم اختراحا بضرورة اشراكهم في الشباك الموحد لمنحر خاص البناء والزامية تعاقد الخواص مع المهندسين المعماريين والمدنيين لمتابعة مختلف مراحل بناء سكنته تعديل والاقتراح قانون جديد بما يخصها الطالبية الخاصة وين يكون يكمل العمل المهندس المعماري والمهندس المدني العمل في الميدان وهو المهم يتبع المشروع حتى الانجاز تاعه حتى المطابقة تاعه بالنسبة للرخصة البناء وهذا ليفيد لأنه بصفة عقد يكون ما بين المهندس وصاحب المشروع وهذا لأهمية من ناحية القانونية والمهام تكون واضحة والمسؤولية كان مسؤولية مدنية يطلبها القانون البناءون بدورهم رحبوا بهذا الاختراح في كونه من الأساسيات الواجب الاحتماد عليها في كل مراحل بناء السكنات إضافة إلى تمكين أهل الاختصاص من محاربة كل مظاهر التسيب المسجلة في بناء الخواص لسكناته دي ماراج يكون في بلاسته حجة زوجة لازم يكون أهل اختصاص أهل الخبرة حاضرين في اللا في اللا في اللا في اللا في اللا في التيرة لازم اللي طرف ويتمشيوا سوي في تمشيها معه اللي بخدم خدمة مغشوش هاسمة غوش فيروحة ماشي غوش فيروحة مشوش بسي هي اختراحات من مختصين في الميدان قد تأتي بحلول القضاء على ظاهرة فوضى العمران التي تشهدها أغلب مدننا